يقول الحمد لله أنا موظف حكومي وراتبي 6000 ريال يقول قررت أتزوج وملكت وقدمت على قرض زواج وتزوجت الحمد لله وحسيت أني مالك الدنيا وما فيها يقول بعد زواجي بثلاث أيام رحت أنا وزوجتي المكة واعتمرنا وطلعنا للطايف ثلاث أيام واستانسنا فيها أحلى وناسة يقولوا جينا راجعين يقولوا حنا راجعين اتصل علي أبو زوجتي قال الله يحييك عشاك الليلة عندنا يقولوا فعلا جينا وتعشينا عنده يقول يوم جيت بمشي اتصلت على زوجتي ما ترد قلت لأخوانها شوفوها خلوها تطلع معي قال الليلة تبي تنام عندنا وبكرة تعال خدها يقولوا أنا راجع لأبوها قلت شوف بنتك خلها تجي قال لا الليلة تعبانة وخلها وبكرة تجي تاخذت تبي تشوف أمها الليلة يقول أنا صدقت وممشيت يقول يوم جا من بكرة هدق عليها ما ترد علي يقول وأنا جي عند أبوها جيت عند أبوها قلت البنت ما ترد علي قال لي تعبانة نفسيا وطالبها الطلاق طالبها الطلاق ليه قال والله ما دري شكله يا نفس يا أحد صائبكم بعين ما ندري بس البنت متى بك أحوذي بالله نسأل الله السلامة يقول أنا روح هنا جلس لي يوم يقول وأنا أكلم أمي وأعلمها بالسالفة وأنا أخذها وأمي تروح لهم معي قلت يوم أكلميها يمكنها تقنع منك يقول يوم جايتها أمي وجلست معها وأخذت شوية تتصل عليه قالت مشاينة وأمرتي قالت أعلمك بعدين يقول يوم راكبت معي أمي قالت ها هو ش العلم يوم قالت اللي أنت أخذت ما هي مرة واتطلقها اليوم وأنت ما تشوف الدرب قلت ليه يوم وش السالفة قالت تقول أولدك ما عرف الإسلام اللي يوم تزوجني وداني المكة خلاني أعتمر فيها وش عنده صديقاتي يتزوجوني سافرين ندونوسيا وماليزيا وتركيا وفرنسا وأنا أروح للمكة أعتمر وقابل قروض الطايف ولدك ما يستهل أصلا أني أقعد معه دقيقة هذا ما هو كفو أصلا أنا بريستيجي ما يسمح أني أصير معك كذا يقول يوم قالت لي أمي كذا يقول أقسم بالله العظيم أني من القهر أني ودي أرجع أتوطى بطنة ما عرفت الإسلام غير يوم تزوجتك صارت مكة معيرة صارت الطايف معيرة يقول أقسم